السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحييط أبا جميع متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعين الكرام تصريح رسمي من رئيس الجامعة الملكية لكرة القدمة الذي يؤكد على أن المغرب سوف يقدم رسميا ملف التنظيم أو ملف الترشح لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 غير أنه سوف يكون ملف مشترك مع البرتغال ومع إسبانيا وفيما يلي متابعين الكرام نص الخبر أو التصريح الذي قدمه فوزي القجاع لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إذن أكد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي القجاع عن عزم المغرب التقدم بملف الترشيح مشترك مع إسبانيا وبرتغال لاستدافة كأس العالم لسنة 2030 صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن فوزي القجاع أن المغرب يستعد لتقديم ترشيحه المشترك ومن أجل كما قال فوزي القجاع من أجل أن نظهر للعالم أن العلاقة ما بين إفريقيا وأوروبا ليست فقط علاقة تعاون في مجال محاربة الهجرة الغير الشرعية وأضافت واشنطن بوست أن الإنجازات التاريخية التي حققها المنتخب المغربي في مونديل قطر ستزيد من إمكانية استدافة المملكة لكأس العالم لسنة 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال هنا كما قلت لكم متابعين الكرام الفوائد الكبيرة التي سوف يجنيها المغرب من وصول المنتخب المغربي إلى النصف النهائي لكأس العالم ديال قطر وأشارت إلى أن المغرب بات يتمتع بنفوذ أكبر في الاتحاد الدولي لكرة القدم وتجمعه علاقة طيبة مع رئيس الفيفا إفانتينو وله نفوذ يتوفر ويتوفر على بنية تحتية مهمة مشيرة في هذا الصدد إلى مركز محمد السادس لكرة القدم الذي قالت أن امتيازاته تفوق 65 مليون دولار القجاع قال للصحيفة الأمريكية نحن على بعد 14 كم فقط من إسبانيا والبرتغال ونسعى الآن لأن نكون لعبا رئيسيا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم في المقابل لم تحدد الفيفا جدولا زمنيا ولا شروط الصدافة المونديال 2030 إذن هنا عدنا تأكيد رسمي متابعين الكرام من فوز القجاع لأن المغرب سوف يقدم ملف الترشيح مشترك مع إسبانيا ومع البرتغال هذا التصريح رسمي بمعنى خبر رسمي من رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إذن نتمنى التوفيق للمملكة المغربية في هذا الملف وإن شاء الله ناخد التنظيم ولما لا حتى إن كان مشترك ونقوم بتنظيم كأس العالم لسنة 2030 متابعين الكرام أراكم في فيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة